إذن الرحم والعنق الرحم هم مثل نفسي حاجة الرحم يخلص بعنق الرحم المشكلة لهم يعتبرون دوز انتيتي ديفيرونت قسمين مختلفين تماما هاب يقول الأمراض مالقه هم جملة واحدة مالقه هم أورغان واحد إلا أن الأمراض اللي تصيب الرحم مختلفة على أمراض اللي تصيب عنق الرحم بما فيهم لكونسار لكونسار سرطان الرحم من السرطانات القليلة بالصح يصيب شريحة معينة من النساء يصيب النساء اللي فوق 40 سنة تقريبا يعني كي تبدأ تدخل مرحلة سنة سنة أكيد والسبب بتاعه الأول هو هرموني كاين بعض من السرطانات قبل ما تدخلوا في السرطان الهرموني كاين بعض من السرطان اللي يمسوا العضلات الرحم هذك يقدر يمس كافة نساء في كافة المراحل العمرية ولا في كافة المراحل ما نثبتها قليلة جدا نحن لاحن تحدثوا لي هنا نحن سرطان الرحم واللي يجي من واللي يبدأ من جدار الرحم من منظومات هذك قولي سيب المرأة اللي فقرى بأي نسمع إذن دكتورة ولا يتم علي سمحيلي ولا يتم علي الكشف بالفروتي كما قال الناس فهمين بس كي جوني نساء تقولي طبيبة برسان فخوتي وخرج نغمال الفخوتي ما عنده ولا علاقة بسرطان الرحم ولا الفخوتي احنا اللي دو كونسيغ بعيد شرع علينا الكبار اللي بزيات عدنا سرطان الثدي خاصة غدوة 8 مارس نحن نوعي وشوية الناس طبعا السرطانات اللي عندناه نسبة كبيرة في الظهور سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم صح ربي سبحانه بلانا بهذا اللي دو كونسيغ ما حطوهم في دي زونغان اكسيسيبل نقدرون نقلبو نروحوا نقلبو لهم اللي باعدي الفائدة سعليو دي فيستاج الماموغرافي وليكوغرافي ما مارخ فيما يخص سرطان الثدي والفخوتي فيما يخص سرطان عنق الرحم هادو مالي دو كونسيغ الكبار يعني الفخوتي نقدرون نكتشو به سرطان عنق الرحم عنق الرحم لكن الرحم الرحم حاجة وحدة اخرى اهه اذا دكتوران قلت انه سرطان نادر الحدود لا لا قلتلك سرطان هناك نوعين السرطان الذي يصيب العضلة هذا نادر هذا اللي نادر ويقدر يجي في جميع فئات العمر بينما سرطان اللي رح يبدأ من من لوندومتر يقص المرأة اللي دخله في سن اليأس لانه هو هرموني لانه العامل الاساسي الأول تارو سلي بار اسروجيني لا ارتفاع الاسروجان ابسوليمون الارتفاع في الاستروجان انا كنت قرأي هذا غراجح تتذكري من وراي ارتفاع الاسروجاني يكون بعد قبل الدخول في سن اليأس في مرحلة الدخول في سن اليأس وما بعد سن اليأس مرحلة الإخصاب يكون ناقص اه يكون عادي يكون يرتفع ويحبط اوكي قبل ما نواصلو نبدأ لأعراض والأسباب ناخدو هذه الاتصال نقولوا أهلو صباح يصفل لأباس غاية كيرا كنتي الحمد لله انا الفضيلة من وهران فضيلة من وهران تحية لك تحية لك من الناس وهران اوه انا بود نادر مع الدكتورة تخذلي مرحبا يتسمع فيك مع الخير فضيلة كيرا كي غاية غاية وانتي لأباس ايه باس الحمد لله انا شوفي عندي بلت السنين ازواج وما عندي شاحب عندها تنوات زواج ما عنداش اطفال تستعملين وتغييره عمرك سؤالي الاول ما هي عمرك في الساعة 30 ساعة 30 عام هكذا استعملت إجراءات وانتهالين و ماذا قالوا لك قالوا لي كينتيك زرصيك ما عندك حوالو قالوا لها عندكم حوالو ما عندك حوالو لا معش مخزون البويضات قلوا مخزون البويضات لا أعطيك تحليل على مخزون البويضات لا أم أش لا أعطيك يكونوا أعطيك ولم تولي اعتيلوش ما كانش في البيلون ديالك للأسف للأسف نقطع الاتصال نعطي لها إجابة سريعة 39 سنة وشكونا نحكي هو أمر حساس جدا على بيها لازم دري البيلون كما راهم أنسها مدان فضيلة يففقق لبيلون فيما يخص مخزون البويضات إذا أعطي مخزون البويضات مليح نقدره نخليه الحمل يكون طبيعي إذا أعطي مخزون البويضات ناقص لازم تروح في أسرع وقت إلى مركز متخصص في الإنجال سنخذ بيها إذا إن شاء الله تكوني إسمعتي لإجابة فضيلة نحن نكمل فقط ونذكر أنه موضوع نار في نوعاتكم كامل هو سلطان الرحم كنا تكلمنا مع الدكتورة أنه ما هو سلطان علق الرحم وإنما سلطان الرحم في اختلاف وكما قالت الدكتورة هو سلطان هرمونية وأسبابه هرمونية سبب الأول ديالوسي الهرمونيات ليبقوا أسخه جيني مشي ويراثي ما كاش أسباب أخرى أكيد الويراثي تدخل تقريبا جميع أنواع السلطانات عندها جانب ويراثي بأباك ندوك غير بدرجات متفاوتة كان الويراثي بالدرجة الأولى وكان ليس ويراثي من تقريبا عصر الويراثة ويدخل في جميع السلطان طيب دكتورة أول سؤال أبدا بدأوا به أعراض ما هي الأعراض اللي قد تصيب السيدة قد تشتبه لقدر الله أنها مصابة بسلطان بحنا قدروا نتحدثوا على الأعراض رح نقسم هذا النساء القسمين الفئة الأولى اللي تكونوا نساء بين الربعين والخمسين نساء لماذا ما همش ما دخلوش مرحلة فين اليأس وإنما في مرحلة ما قبل سنة اليأس هذي رح تكون الاضطرابات دورة شهرية وكي نقول الاضطرابات رح نحدد الكثرة ماشي القلة نأكد الكثرة حاب يقول سان دي زيموغاجه دي مينوميت خوغاجه اللي ديو انيكسپيكي اللي يأثروا الحياة اليومية كي دون دي زانيمي سان دي فام اللي ديو تعبانين وفاشنين سي نبخوني موتيف دي konsultation المرأة المينوفوزية المرأة اللي دخلت سنة اليأس لأنه تعريف سنة اليأس أنه المرأة ما عندهاش خلاص ينقطع طمس إذن بعد سنة اليأس في أول هناك حدوث طمس عند مرأة عند نساء في سنة اليأس وصلون لديفنسيون يقول لك توت إمواجي انبوس مينوفوز اتن كنسر جسكا بروف دي كونتخار شوفي الدرجة اللي يكمون دي في نساء أي حدوث اللي طمس بعد سنة اليأس هو سرطان إلى غاية إثبات الأكس أعلم أنه ما فهمت دكتورة حتى نوضحه أكثر أنه إمرة تعرف أنها دخلت سنة اليأس يعني انقطعت عليها الدورة تماما ودت عامين ودت عامين ودت عامين لو يعاود لديها الدورة هنا مؤشر وش مؤشر شوفي ها دفنسيون ها هل مما تحاولناش بداية هو سرطان حتى يظنط الأكس معناها طيب يجب هذا التعريف هذا يمعنا ملعبوش به بينما في الفترة ما قبل سنة اليأس البريود كي بخصد شوية للمينوفوز فهذا الفترة ستكون برك إسترابات والإسترابات كي قلت لك تحلост أن يحصل إلى البر لا حاليا إلى القدرة أميش القلع معناها دي متحوراجة دي مجزيم دي مجزيوم كل سنة اليوم وده مجزيوم أميش المغلقة بالكيف هناك تحاول علاج أميش المغلقة المغلقة أميش المغلقة أميش المغلقة يعني في مجزيوم أميش المغلقة من الدم هذا هو أول تقريبه الوحيد تقريبه ما تحاول أخير